بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آل وصحبه ومولا عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله وجئنا إلى فقرة الفتاوى ورد إلينا سؤال من مشاهدة كريمة تقول ما حكم ارتداء السيدات المحجبات الميوه الشرعي الذي يعرف بالبركيني في الفنادق أو المنتجعات السياحية هل هو حلال أم حرام أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وقال جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الكلام ده معنى إيه؟ أن الإسلام جعل للمرأة عورة وللرجل عورة عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته وعورة المرأة جميع جسدها عورة ما عدى الوجه والكفين فالمرأة التي تذهب إلى أحد المصايف وتلبس ما يسمى بالميوه الشرعي إحنا ما عندناش حاجة في الدين اسمها الميوه الشرعي والميوه غير الشرعي عندنا حاجة وحدة أن المرأة تستر عورتها وتغطي عورتها ويكون لباس المرأة لا يصف ولا يشف معنى الكلام ده إيه؟ نهلة تلبس ضيق فتظهر عورتها ومفاتنها إنما الإسلام أمر المرأة أن تستر عورتها وأن تلبس لباسا فطفاضا وعليه نقول إذا لبست المرأة ما يغطي عورتها ولا يفتتن به الرجال فلا مانع والله أعلم سؤال آخر ورد إلينا من السيدة كريمة تقول فيه زوجي منعني من زيارة أم المريضة مرض الموت وذلك لخلاف قديم بين زوجي وأمي فهل لو ذهبت إليها دون علمه أكون آثمة علما بأن والدة مريضة جدا النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله في القرآن وقال له وبالوالدين إحسانا في موضع في القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسانا في صورة النساء وفي صورة الإصراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الإحسان إلى الوالدين يقتضي من الولد أو من البنت أن يكون تحت قدميهما هنيئا لمن له أب على قيد الحياة وهنيئا لمن لها أم على قيد الحياة وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان إلى الوالدين وخصوصا بالوالدة والنبي لما سأله الصحابي من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أوصى بالأم ثلاث مرات وبالأب مرة واحدة وعليه نقول للسائلة أنه لا يطاع الزوج فيما أمرك به أمرك أن لا تذهب إلى أمك لا تطيعي لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق صلي رحمك وصلي أمك لأن النبي قال الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله فصليها وتوددي إليها وكوني تحت قدميها ولا تطيعي زوجك في هذا الأمر والله تعالى أعلى وأعلم سؤال آخر وردنا من مشاهد كريم يقول أنا صاحب سوبر ماركت وعندي بضاع في المحل سعرها زاد هل لو بعث البضاع بالسعر الجديد يكون ذلك حلال ولا حرام النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله له في القرآن وقال وأحل الله البيع وحرم الرباء وبيّن لنا صلى الله عليه وسلم أن من احتكر فهو خاطئ وكان سيدنا عمر يقول الجالب مرزوق والمحتكر ملعون أنا اشتريت بضاعة وهذه البضاعة موجودة عندي في المحل وثمن البضاعة قد زاد زاد أضعافا مضاعفة أبيع بالسعر القديم ولا بالسعر الجديد لا أبيع بالسعر القديم الذي اشتريت به البضاعة لا نقول لك لا تربح اربح ولكن بما يرضي الله مش إنك تربح ربح تجعل الناس يعني تكون غارمة وتكون تدفع ثمن كثير على ثمن البضاعة أبدا من يسر يسر الله عليه ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من قربات يوم القيامة نقول لك لا تزد في السلعة ولكن بيع السلعة كما اشتريتها والله تعالى أعلى وأعلم نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما